تقول عليك اكابتن ده بعض الناس ما بعد الخروب لـ كانوا بيطالبوا أكابتن أهاب بالاعتزار عن وجوده في منتخم مصر ده وجي تنظر الناس وعملية الرابط يعني انت بتخسر معناي دي وبتخرج بمطولة الكونفرورية وبالتالي هل مع منتخم مصر تعمل أفضل من كده ده رأي الشرع المصري 80% الفترة اللي فاتت وانا شفت الحلقة بتاعت رضو عبدالعال على فكرة كانت حلقة قوية جداً واخد بالك وكان فيه هجوم يمسكش المنتخب وناس بتتكلم ان حسام حسن هو الافضل وهو عنده خبرات دولية على اقل واقدم منه ومدرب عنده طموح وعنده اسرار وبيدي دفع وروح للعيب وعنده شغل فني على اعلى مستوى يعني كان في مقارنات هنا بين اهاب جلال وحسام حسن واخد بالك لكن انت بتتكلم يا فاروق دلوقتي الشعب والناس بتفهم كورة بتتكلم بتقول ان الكابتن اهاب اخفق مع بيرامدز في المطشاط الكبيرة مع الاهل والزمالك خد ثلاثة من الاهلي واتغلب ثلاثة من الزمالي صح دخلت على المستوى الافريقية او كنفدرية مع مازينبي تعادلت هنا واتغلبت هناك اتنين سفر فهو ده المستوى اعلى مستوى هنا بالنسبة لنا في مصر انت بتتكلم على لعيب بقى دلوقتي لعيبة دولية دلوقتي هتلعب في تصفات افريقيا هل الكابتن اهاب هيقدر يتعامل مع المستويات دي والكوالية بتاع اللعيبة مع المنتخبات ويقدر يعمل حاجة ده كلام الشرع المصري اللي بيكلمه فيه انه يقولك يا كابتن اهاب هيعتزر على التولي المسؤولية في الجهاز الفني او التدريب المنتخب واخد بالك ده كل الكلام وكل الناس بتتكلم فيه هل دلوقتي فشل مع بيرامدز هيقدر يعمل شغل كويس او مع متخب مصر فهي دي كلام كتير قوي لغض كتير قوي فعشان كده انا بقولك انا من وجهة نظري كابتن اهاب المباراتين بتوع مازنبي ما كانش حضرهم وكان اعتزر لبيرامدز وكان ركز مع المنتخب فيه اختيارات اللعيبة بقى ويروح يتفرج على الماتشاط مع الجهاز الفني والكلام ده كله طيب تعين التكيس هان ممكن يغير شكل بيرامدز تكيس مدرب كويس لكن لازم هنا برضو يا فاروق اللعيبة تتقلم على طريقة لعبه هو الراجل بيبدأ هجمة من وره بيحب يلعب كورة ويبدأ الهجمة من وره معظم اللعيبة المصريين ما بتحبش تبدأ ده حبيب كابتن الرضا ده اه جدا هو مدرب كويس على فكرة الناس قالوا لي يقولك كابتن رضا الراجل جي تاني هو بس يجي على بيرامدز مجاش على المنتخب ودي تاني مرة يعني تاني مرة يعني تولى المسئولية بيرامدز تاني مرة هم عشان حستوا ان هو مدرب كويس جابوه بقى مانا انا عادت مع بعض لعيبي بيرامدز فوقتن من وقتا كابتن بتكلم عليه كويس اول مدرب كويس انا اتكلمت معي كنت في مكان في حفلة وتقابلت معا فبس بقوله انت هو مدرب كويس وعندك فكر وكل حاجة بط قال لي ايه يعني ايه قلت له بس ايه المشكلة ان الطريقة بتاعتك والاسلوب بتاعتك مع دجلة مش هينفع مع بيرامدز مش هينفع مع الاهلي مش هينفع مع الزمان فيه نوعية لعيبة تقدر تنفز لك الطريقة فيه نوعية لعيبة ما تقدرش تنفز لك الطريقة انت عايز تنمى السكين يكونوا لعيبة كورة مع الحارس كمان يكون مهارات كويسة بيرامدز ما عمدوش كده كابتن بيكمل لعيبة دي بيرامدز مش موجود هو جرب بس ملحقش ما عايز مساحة من الوقت اللعيبة تتقلم على طريق لعب فانا شايف ان هو الفترة دي هيبقى مع بيرامدز كويس والسنة الجاية هيعمل شغل كويس اول اصدق يزبروا عليه اه اه لا يزبروا عليه مدرب كويس ويقدر يشتغل وعنده فكر يا فاروق بيرامدز معاه لعيبة زي الاهل والزمالك يكسب اي حد بس المشكلة ان يكون فيه مدرب عنده فكر يعني دلوقتي انت مدير فني بيرامدز وعندك رمضان صبح وعبدالله السعيد وتروري ووادي عندك لعيبة جامدة جدا النادي بيرامدز عنده في الجزء الامامي مجموعة من النادي والخلف والوسط والخل انا شايف ان خط دفاع بيرامدز يعني هو محتاج كثير محتاج كثير مع ان عنده لعيبة ايه يعني احمد سامي وعلي جبر بس يعني انا معرفش لا تتنعب كويس اه لعبة كويس بس سوالك على حال بس كل الاهداف اللي بتيجي في بيرامدز نتجيتها اخطاء دفاعية مش حلوة ماشي وارد ان يبقى فيها اخطاء دفاعية لكن احسن من انديها كتير اوي يعني المساكين في مصر كويسين دلوقتي قليلين ان هم يبقى لعبة كرة يعرف يبدأ الهجمة من تحت دي قليلة اوي لو بتتكلم في عالي جبر وحمد سامي لا من افضل المساكين اللي موجودين فهم محتاجين شغل لكن الراجل لو اشتغل محتاج وقت مش من يوم وليلة بقى لكن ابتكلم على الامكانيات ولعبة بيرامدز فاروق لا اي مدرب يروح هينجح انت ماشاء الله بيضي ده لبن العصفور كل الامكانيات البشرية والمادية موجودة عشان كده ممكن تنجح صدمة للإدارة ان انت اتغاية دلوقتي بتصرف فلوس كتير جدا مش عارف تأخذ بطولة مش عارف تأخذ بطولة مش عارف تأخذ بطولة